نروح لأول حاجة عندنا وهي حاقة الصد الحقيقة وخلال اليومين الأجازة من البرنامج وبعد نهاية الأسبوع اللي فات فجأت الحقيقة بسيل من الفيديوهات للاعبين سابقين فاندها تانية بيتكلموا في اتجاهات كتيرة جدا يعني ولكن ياليتهم بيتكلموا عن أنديتهم لا هو بيتكلم عن النادي الأهلي وعن حبهم هما لمصر حب الناس دي لمصر وأن النادي الأهلي أصلوا يعني مصر أهم ولا نادي الأهلي فواحد مثلا يطلع يزايد عن النادي الأهلي ويقول إيه المنتخب واللاعبين طيب هو ليه حضرتك بتاخد نص الحقيقة ودائما نهمل النصف الثاني الأهلي ما بيعملش اتفاقات من تحت لتحت عشان تبقوا عارفين يعني ده أنا بقول الكلام ده للناس اللي بتقول هذا الكلام الأهلي ما بيعملش اتفاقات من تحت لتحت ولا يعني عنده مشاكل مع اي حد الأهلي لما بيتعامل بيتعامل مع اي مؤسسة بيكون من خلال المخاطبات الرسمية والمواقف المعلنة نادي الأهلي ما عندهش حاجة يخبيه ولا بيخبي قرارات ولا بيخبي ولا عنده ايقاف قيد ولا عنده حد بيستلم مش عارف لينا فلوس على حساب اتحاد الكورة ما عندناش الكلام ده خالص بالنسبة للموضوع اللي عيبت النادي الأهلي الدولين فاحنا هنا عرضنا الموضوع وبالتفصيل بالتفصيل الممل وقلت لحضراتكم أن لم يكن هناك اتفاق ولكن كان هناك قعدة قبل ما يتم تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقية لها يوم 15 الساعة 9 بالليل قبل ما يتم هذا المعاد من الكاف كان فيه قعدة ما بين ميستر كولر وما بين ميستر فيتوريا اتفق على التواصل فيما بعد أو فيما يخص الفترة القادمة ما حصلش أي اتفاق بينهم في الفترة دي ولكن اتفق على التواصل وبعد كده كان فيه مقترح من الاتحاد الكرة أو من مدير الإدالي المنتخب المدير المنتخب الأستاذ الغرابة ثم تم رفضه من قبل النادي الأهلي في بيان رسمي فمحدش يقدر يزايد على النادي الأهلي في ملف المنتخب وأنا جبت لحضراتكم يوم الأربع كابتن محمود وهو بيتكلم وبيتكلم في شيء واحد فقط وهو مصر قبل أي حد لأن الأهلي مواقف واضحة ومعلنة ورسمية فمثلا لقينا حد يطلع يتكلم عن مشاركة النادي الأهلي في كاسر ربطة اللي بتتلعب بدون الدوليين ويقول عقوبات عقوبات مين طيب ولا على أي ليحة مش يجب أن يكون هناك ليحة عشان يكون هناك عقوبات طيب اللي حالي المفروض يتعقب عليها النادي الأهلي فين طيب اللي حالي المفروض يتعقب عليها اللي انسحب من بطولة رسمية منصوص عليها في ليحة في اتحاد كرة القدم أصلي لو فلان لعب أنا مش رايح فاكرين؟ ما تحطش الأهلي دايما في مقارنة مع كلام ما يصحش النواية قال ذكروا لوائح الأول قبل ما تتكلمه وقبل ما تطلعوا تتكلمه اللي يدحك أكتر حد تاني طلع يتكلم عن تفاصيل معسكر النادي الأهلي في النمسا واللي دار ما بين كولر وإمام عشور ومش عارف إمام عشور قال إيه وكولر قال إيه وإن هو مش عايزه وعايز عيره كوميديا اللي اللي عظيم تلاتة اليومين الأجازة دول أنا ببقى بصراحة نفسها في التليفون ومعودش أسمع الكلام ده كله ولكن للأسف الشديد لما بكون زعلان بحب أفتح الناس دي عشان أشوف بيقولوا إيه عشان أتحك إذا كنت تريد أن ترى مسلسل درامي اتفرج عن الناس دي مسلسل درامي جديد اتفرج عن الناس اللي بتطلع تقول هذا الكلام أصل إمام فلما كان ماشي جنب كولر فكولر بصله وصله من فوق لتحت فأصل إمام عمل مش كلام غريب جدا جدا بالمناسبة إمام أو غيره من اللاعبين فكلام ما يصدقوش أي عائل وبعدين هو لما إسلام يجي يتكلم مع كولر هو الكلام بيطلع إزاي وبعدين لما تحب تعرف حاجة عن النادي الأهلي أو معسكر النادي الأهلي افتح قناة النادي الأهلي وشوف بالمناسبة احنا طول النهار عندنا زاملنا فاروق صلاح في أي وقت تلاقيه موجود افتح خناة الأهلي في أي وقت تلاقيه موجود